بسفر الحياة درس عظم تفيد الذي تزكي العمر لنا عبرة في تجارب من سعوا للنجاح ونالوا واضح جميع ويبقى الآثار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من الأخذ المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من ويبقى الأثر نسمع عن قصة معتقل بتهمة انضمامه إلى جماعة إسلامية محظورة لكن إن يعتقل شخص مسيحي بهذه التهمة هذه ربما من المصادفات الغريبة التي تحمل في طياتها أن أنظمة الاستبداد تعدل فقط في توزيع الظلم على الجميع فلا أحد محصن ضد الاعتقال في ظل حكم الجيش في هذه المذكرات شهادة أخرى لما يدور في أقبية معتقالات الطواغيط من شخص لا ينتمي للتيار الإسلامي نتوقف مع مذكراته التي هي بعنوان القوقعة مع ضيفنا الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية أهلا وسهلا بك سيدنا هذه المرة شخصية المذكرات لشخص مسيحي نعم ليس له علاقة بالإسلامية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا هذه رواية القوقعة وهي ربما أشهر أو نقول من أشهر الروايات في أدب السجون المعاصرة الروايات الحقيقية نعم صاحبها مصطفى خليفة مصطفى خليفة طبعا الإسم يوحي بأنه مسلم لكن هو الرجل المسيحي كاثوليكي وليس مسلما ربما هذا يكون غريبا بالنسبة لكثير من المشاهدين لكن هناك بعض البلاد منها تركيا ومنها الشام حصل فيها من الأحداث والظروف ما صنع نوع من التداخل في الأسماء فصارت الأسماء لا تدل مباشرة على ديانة صاحبها حتى نحن عندنا في مصر مثلا هناك كثير جدا من الأسماء المحايدة التي لا تعرف هل صاحبها مسلم ولا غير مسلم وأحيانا اسم الرجل واسم أبيه واسم جده لا تستطيع أن تتبين منه مسلم أو غير مسلم لكن بالذات في المناطق التي كانت في الشام وفي تركيا كثيرون لأنه حصل عمليات تهجير ونزوح وحروب في كثير من الحالات فكثير من الناس تخبأ في أسماء إسلامية لكي ينجو من عمليات نزوح أو تهجير وكذلك بعض العائلات بدلت أديانها يعني هناك حتى عائلات الآن مسيحية وهي أصلا من نسل من آل البيت في لبنان وغيره يعني هناك عائلات تتقسم بعضها مسيحي وبعضها مسيحي على مذاب آخر ربما هذا تفسير لهذا الاسم لمسيحي وهو اسم مصطفى لكن أيضا هو كان يعيش في فرنسا ليس في سوريا هو يعيش في فرنسا هو مسيحي كاثوليكي هو أصلا كان في فرنسا يدرس الإخراج السينمائي هو هو بيقول نفسه أنه نصف عائلته كانوا في فرنسا والبنت التي أحببها كانت أيضا من سوريا ولكن عائلتها كلها كانت في فرنسا طبعا فرنسا لا علاقة تاريخية بسوريا من زمن احتلال وقبل ذلك كانت يعني تضفي رعايتها يمضع في الدولة العثمانية على نصارى الشام فكثيرون كانوا ذهبوا إلى فرنسا فهو الرجل ذهب هناك درس الإخراج السينمائي وأراد أن يرجع إلى سوريا لأنه شايف يعني قدر أنه إذا بقي في فرنسا فسيكون مجرد لاجئ يعني لن يكون مواطن فرنسي مهما حصل طبعا هو يجد الفرنسية لكن إذا عاد إلى سوريا فضلا عن الحب الفطري الذي يحمله الإنسان لبلده لكن لديه أيضا من الأفكار وحتى لديه من الشعور بأنه مواطن كامل المواطنة في بلده ما يحفزه أو ما يشجعه على العمل بشكل جيد ومبتكر في الإنتاج السينمائي لكن وقع شيء هو لم يكن يتوقعه ولا يدريه هو في جلسة من الجلسات مع أصدقاء الدراسة في فرنسا يعني قال كلمة ساخرة أو جارحة من حافظ الأسد بلغها كتب تقرير أحد زملائه من فرنسا من باريس قد يكون متطوع يعني ربما لا ندري يعني كان شغال مع الأمن ولكن متطوع لكن الخلاصة أنه عاد بعد هذه الكلمة بثلاث سنوات يعني الكلمة ظلت محفوظة ويحاسب عليها ثلاث سنوات نزل إلى المطار بشكل طبيعي هو مسيحي نزل إلى المطار بشكل طبيعي من المطار أخذ إلى فرع التحقيق الأمني بمجرد ما أخذ بدأوا في الضرب والتعذيب الضرب والتعذيب وأودع في زنزانة تحتوي على الإخوان المسلمين هو طوال هذه الفترة ليست عنده الفرصة لكي يقول يا جماعة أكيد في خطأ في الإجراءات يا جماعة طب أنا جاي هنا ليه وحتى اللي بيسأله بيقوله أنت يعني أول تحقيق وأول ضرب بيقوله أنت إخوان المسلمين قال له أنا مسيحي وملحد كمان بيقول أنا أصلا مش عارف إيه اللي خلاني أتفزلك وقوله وملحد كمان قاله كمان ملحد أنت المفرطة عزب مرتين عشان إحنا في دولة إسلامية فبيقول يعني هو عزب الإخوان علشان في دولة إسلامية ودلوقتي يعزب الملحد علشان في دولة إسلامية لكن ما يسيطر على أجهزة الأمن والشرطة في بلادنا أنه ما عندهمش استثناءات هو بيتحوط ويعذب المرة المحاولة التانية مثلا اللي حاول يقول فيها وهو في زنزانة في الجهاز الأمني أنه مسيحي فبيقوله طيب أنت أكيد يعني إزاي مسيح وجابوك هنا فأنت أكيد ساعدت الإخوان المسلمين مولتهم بالمال ساعدتهم في التنظيم وفي الآخر بيقول إيه بيشتم الإخوان اللي معاه في الزنزانة بيقوله ما هو معكم واحد ملحدة هو ابقوا شدوا حلكم معاه وخلوه مسلم ولا في الحين بس تتأمروا على الرئيس المهم بدون أي فرصة لبيان أنه مسيحي بدون محد يفكر في أن يعني يقلب الأوراق التي أخذوها منه وانتزعوها منه حقق معه سجن معهم ألقي به معهم إلى سجن تدمر وحبس هناك ثلاثة عشر عاما فأنت متصور واحد فقد من عمره ثلاثة عشر عاما في حال هائلة من التعذيب والإذلال والترويع وهو أصلا مسيحي سجن بتهمة الإخوان المسلمين هو سمى رواياته القوقعة لأنه بيقول أنا كنت مسجون داخل السجن هو طبعا الإخوان الإسلامين بمجرد ما بيعرفوا أنه هو مسيحي وكمان ملحد فبيخدوا منه موقف غاضب ويتخيلون أنه جاسوس لأنه مش طبيعي يبقى فيه واحد مسيحي وملحد وكمان يسجن معهم إلا أن يكون جاسوسا فبالنهاية في ظل الهول الذي هم فيه كانوا واخدين منه موقف الخوف والتشكك فهو كان فيه سجنين في وقت واحد فلذلك بدأ لفترة طويلة يعني يغطي نفسه بالبطنية وينظر ويدي وشه للحيطة وهو كان استطاع أن يفتح ثقبا فيها فكأنه داخل قوقعة يعني هو بهذا الشكل أصف هذه الحالة اللي بدأ يتعقلا معها سماها القوقعة يوميات متلصص يوميات متلصص متلصص أنه ودانه بس لشغالة وحتى من العبارات اللطيفة بيقولها في كتابه يقولون إن الله خلق للإنسان لسان واحد وأذنين لكي يسمع أكثر مما يتكلم طبعا هو في الوضع اللي هو فيه ده هل مش قادر يتكلم ألفا؟ صار لم يعد لي لسان ولكن لي سبعة آذان يرسلها إلى حلقة تحفظ القرآن إلى الأخبار إلى الإعدامات وهو أصلا هو مخرج سينمائي يعني هو ربما استطاع أن يصف أكثر في هذه التجربة نعم أنا بالنسبة لي رواية القوقعة هذه كانت أفضل ما قرأته في أدب السجون طبعا يعني كلمة أفضل مش مناسبة لكلمة أدب السجون إلا بعدما ظهر كتاب البلاء الشديد للشيخ فيز الكندري هذا بالنسبة لي غطى عليها لكن هو مزيد مصطفى خليفة إنه ما كانش بيحاول يتزيد أو يبالغ أو يتكلف وده موجود أحيانا في أدب السجون هو الوضع أسود ومرباد وطبعي لا يحتاج إلى مزيد وصف نتذكر فيه هذا مثلا كلمة الشيخ القرضاوي لما كان بيقول في قصدته النونية لما كان بيحكي السجن الحربي كان يقول ما همت فيها في القصدة بالخيال فإن لي بغرائب الأحداث ما يغنيني وبيقول أمسك بقلبك أن يطير مفزعا وتولى عن دنياك حتى حيني فالهولعات والحقائق مرة تسمو على التصوير والتبيين فهو الرجل هنا كان أحد فرادات كتابته أنها كانت بسيطة مباشرة مبدعة خفيفة والصورة توصلها بشكل لا يحتاج إلى تكلف أو تزيد نعم ويقول أيضا بأن هذا السجن في سجن التدمر أنه يحمل أكبر عدد من حملة الشهادات الجامعية كان هؤلاء أكثر الناس مستهدفين بالقبض نعم وهذه نكبة في بلادنا وده أكبر مكان فيه أعداد من حملة الشهادات وفي مرات أخرى بيقول أنه طيب لماذا السجن يحتوي كل هذا العدد حتى من الضباط والمفروض البلد في حالة حرب يعني حالة حرب مع إسرائيل فلكن طبعا هذه الأسئلة تكون أسئلة منطقية حين يكون النظام الحاكم نظام وطني فعلا أما أنت فيه نظام مجرم ووحش طيب يروي بعض الأحداث أو ما شاهده وعاشه بنفسه من أصناف التعذيب دعنا نستمع إليه العميد عار إلا من السروال الداخلي حافٍ وبلاحظات قليلة استبغ جسده بالخطوط الحمراء والزرقاء أكثر من عشرة عناصر انقضوا عليه تناوشوه عصي غليظة كوابل مججولة أقشطة من مراوح الدبابات كلها تنهال عليه من جميع الجهات من أول لحظة بدأ العميد يقاوم يضرب بيديه العنصر الذي يراه أمامه أصاب بعضهم بضربات يديه كان يلكم يصفع يحاول جاهداً أن يمسك بواحد منهم ولكنهم كانوا يضربونه وبشدة على يديه التين يمدهما للإمساك بهم تزداد ضروتهم خيوط الدم تسيل من مختلف أنحاء جسده تمزق السروال وانقطع المطاط أضحى العميد عارياً تماماً بعد قليل تدلت يداه إلى جانبيه وأخذتها تتأرجحان أيضاً سمعت صوتاً هامساً خلفي اتكسروا إيديه يا لطيف هل عميد يا رجال كتير يا مجنون هذا يبدو أحد أنواع الاستقبال في المعتقل طبعاً هذا المشهد هو يرويه وهذه بداية دخولهم إلى سجن تدمر بداية الدخول إلى سجن تدمر تكون بهذه الحفلة من التعذيب طبعاً هو يحكي الآن أنه يعني لو أردنا أن نكمل الصورة للمشاهد بمجرد دخولهم إلى سجن تدمر وتعريتهم من الثياب وإيقافهم في صفوف فأول ما يسأل عنه الرقيب أو المساعد هو العسكريين يطلعوا الأول فهو هنا يذكر أنه خرج عميد وخرج مقدم نفس هذا المشهد سنراه فيه أيضاً في رواية إياد الأسعد يسمعون أحسسها نأتي له يا رجل إن شاء الله أيضاً يذكر أنه خرج عميد وعقيدان أو ربما ثلاثة عقداء يعني كان فيه ثلاث ضباط طيب خرجوا العسكريين وبعد ذلك يقول حملة الشهادات يخرجوا فيخرج الأطباء المهندسين المحامين وطبعاً كان فيهم صاحبنا هذا لأنه خريج دراسة جامعية هنا يبدأ تبدأ الصدمة بالترويع والإذلال أن تشعر أنك مستباح تماماً لا خطوط حمراء ليس لك أي قيمة ويبدأ بالعسكريين طبعاً هنا أنت تدرك أهمية مسألة الجيوش بالنسبة للأنظمة الجيوش هي عصب الدولة الحديثة التي نحياها يعني أهم شيء في الدولة هو جيشها فالجيش هو المكان الأهم بالنسبة للحاكم لا يتسرب إليه إلا من كان على الولاء والخضوع التام له ولابد أيضاً أن يكون فاسداً لأن وجود العنصر الصالح وجود لا يستقيم مع منظومة الفساد التي يريد الحاكم أن يعني يوظفها هذه فلذلك هم يبدأوا مع العسكريين في أقصى أنواع التعذيب هو دلوقتي بيحكي عن العميد أول ما خرج طبعاً الرواية مليئة بالمشاهد التي لا يمكن حكاياتها على الشاشة لأنه هو أمر لا يستسيغه الذوق العام لكن مما يمكن حكاياته هنا إنه هو أمر هذا العميد أن يخرج طبعاً دلوع من الترحيب أن يشرب من بالوعة يعني المجاري أو صرف الصحي أن يشرب منه أمام كل الناس العميد رفض طبعاً الرفض ده أثار كل أثار كل وحشية هذا الرقيب أو المساعد فانهالوا عليه بالضرب على النحو المذكور في هذه الفقرة كله بقى يضرف فيه من بالعصيان بالكرابيك أو السياط بعرف الجلود التي هي تكون في سير الدبابات يعني جلود أشياء قاسية جداً والعميد يحاول المقاومة بكل طاقته حتى جاءته ضربة ضربة الراوة على رأسه يقول إن هي صنعت رنيناً بصوت صاعق حتى توقف له الجميع طبعاً في البداية مع محاولات المقاومة كسرت يداه وبالتالي تدلت إلى جواره ولم يستطع ومع هذه الضربة الأخيرة يعني تكوم على الأرض ولم يستطع أن يخو طيب سحبوه حاولوا دفنه في هذه البالوعة لكي يشرب يعني لكي يستفيق ويشرب منها غصباً وقهراً لكنه كان قد مات بالفعل طبعاً هذا النموذج كان درساً لكل هؤلاء البقية هم في هذا الحال يشاهدون هذا الموقف مما يدل على صدقه كما ذكرت لك ما ورد أيضاً في رواية ياسمنا حسيسها اللي هي مذكرات إياد أسعد أنه حتى الضباط أحضروا لهم يعني هذا من الوراز والفئران الميتة والصراصير لكي يأكلوها أمام الناس وهذا يعني نزول وتعذيب وإذلان فضيع جداً مصطفى خليفة يروي بيقول أنه بدأ بالمقدم الثاني فأمره أن يشرب النفس البالوعة وقد شرب بالفعل أمام الناس ثم أمر هؤلاء أصحاب الشهادات الجميعية أن يشربوا أيضاً يقول وقد شربنا جميعاً ومن العجيب أنه لم يتقي من أحد هو بيذكر عن نفسه بقول أنا شربت والطعم لا يمكن وصفه من طبعاً يعني إحنا مهما توقفنا عند التعاطف مع هؤلاء المظاليم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفيهم أجورهم ومهما توقفنا عند الوحشية التي تسود وتسكن هؤلاء الطغاة لكن ما نتكلم عنه في أدب السجون بشكل عام هو ما نحاول أن نستفيده نحن حتى في حياتنا أنظر هنا إلى أنا طبعاً أتوقفت كثيراً عند مسألة أنهما رغم أنهم أكلوا هذا أو شربوا هذا لم يتقيأوا هنا تدرك يا مولانا شيخ عبد الله مدى السلطان الذي يكون للنفس وللقلب على الأعضاء تأثير الحال النفسي يعني ما كانوا فيه من الهول والترويع والإذلال كأنه عطل الغرائز الطبيعية أو الخصائص الطبيعية للجسد والجهاز الهضمي وهكذا وهذه الحقيقة من الأمور التي من المهم للجميع أن يستفيد منها الإنسان يعني القلب ملك الأعضاء والحالة النفسية هي حالة عظيمة جداً فأدب السجون هذا من النوعيات التي تظهر لك كم يمكن للإنسان من خلال حالة نفسية قوية أن يعطل ويعرقل ويقاوم حتى الغرائز الجسدية الطبيعية وعلى هذا قامت مذاهب في ترويض النفس وفي تربية النفس حتى مذاهب إسلامية أو غير إسلامية حتى الذين يتحدثون عن النقاء الروحي والتصوف والتبت والهنون كلهم يحاول ترجمة هذه التقنية أو ترجمة هذا الوضع أو هذا الطبع المكنوز في الإنسان إلى أمور يستفيد منها إزاي الإنسان يستطيع من خلال حالاته النفسية الفائقة أن يتحمل كثيراً يعني نحن حتى في تراثنا الإسلامي القصة المشهورة قصة عروة بن الزبير عروة بن الزبير هذا حين قطعت رجله يعني مرضت رجله وكان لابد أن يقطعوها فمن الرواية المشهورة عنه أنه قال قالوا له نعطيك يعني ما يخدر هو طبعاً تورع أن يأخذ ما يخدر باعتبار أنه حرام طبعاً هو يجوز للضرورة الطبية لكن ما يمقام الورع فقال لا ولكن إذا صليت ودخلت إذا رأيتموني سجدت فاقطعوها وبالفعل سجدت فقطعوا رجله استخدام بأزيت المغلي وقطعوا رجله ولم يشعر فيبدو أن هذا الرجل كان أيضاً في حالة نفسية غامرة تنسيه الآلم وتنسيه يعني الوضع الطبيعي الذي يكونه مع الجسد لكن حتى من جهة الطواغيط والمجرمين هؤلاء كيف يعني يسعون دائماً إلى كسر النفس وإذلال المعتقل هو الآن يكفيه أنه معتقل لكن يستقبلونه مثل هذا الاستقبال هذا أيضاً ما هو هذه التقنية أو هذا الطبع في النفس بقدر ما يستخدمه الطوغاء من جهة بقدر ما يستخدمه أيضاً من أرادوا أن يتحكموا في نفسهم من جهة يعني أنت إذا نظرت من جانب الطوغاء تجد أن هذه أحد الوسائل الثابتة عندهم على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات يعني من قرأ مثلاً كتاب عقيدة الصدمة لنومي كلاين كيف يستخدم الطوغاء فكرة الهول والمفاجأة والإذلال لكي يمرروا على الشعب القرارات التي ما كان يمكن للشعب أن يقبلها يعني عند حصول الكارثة عند حصول المذبحة عند حصول الهول ساعة إذن يستطيع الطاغية أن ينفذ الإجراءات التي ما كان يمكنه أن ينفذها قبل ذلك في نفس الكلام بالنسبة لل أنا قريباً جداً في أحد التقارير التي خرجت عن منظومة حقوق الإنسان وكان فيها شهادات لبعض المعتقلين المصريين فأحد الشباب كان معتقل في أحد الزنازين هو داخل القسم فيضربه يضربه إلى أن يدخل فأقوله أنت بتضرب ليه؟ أنا هدخل عادي قال له لازم نفسك تبقى مكسورة ما ينفعش ترفع عينك وما ينفعش ترفع لازم نفسك تبقى مكسورة فهذا مقصود لذاته ومن قرأ في سجن التدمر أو في غيره من السجون سيجد أنه من أهم مثلاً وسائل الكسر أنه ينزع عنك اسمك وتبقى أنت رقم رقم فقط وحصول أن أنت تبقى رقم ده نوع من محاولة تجريد هذا السجين من إنسانياته وكانت هذه الأسليب مطبقة في مثل هذه البلاد العربية لكن هؤلاء يتدربون في فرنسا وفي بريطانيا وفي أمريكا مثل هذه الأسليب هذه الحفلة انتهت بمقتل إذن العميد هذه الحفلة انتهت بمقتل العميد وبمقتل عشرة من المساجين وبغيبوبته هو عن الوعي لمدة عشرة أيام تقريباً أو أسبوعين لم تكن الذاكرة نعم ويروي أيضاً أو هو يستغرب أحياناً أيضاً حتى من لؤم المجاني الذي يتطوع به الحلاق في السجن في هذه الفقرة البلديات سجناء مثلنا مقهورون مثلنا صحيح أنهم مجرمون قتلة ولصوص ولوطيون ولكنهم يعانون من قهر السجن مثل ما نعاني ولا تعني لهم السياسة شيئاً ولكن من أين تنبع هذه القسوة اللئيمة والضرب المبرح اللذان يكيلهما البلديات للسجناء أثناء الحلاقة وكنت دائماً أتساءل بذهول هل من المعقول أن يكون الإنسان لئيماً إلى هذه الدرجة وهذا اللؤم المجاني هذه إذن فقرة من اللي يتحدث عن الحلاقين أو بلديات من هو البلديات؟ البلديات هم السجناء غير السياسيين وباعتبار أن السجن تدمر عسكري فكان غالب هؤلاء هم عسكريون يعني استخدموا مثلاً أجرموا من خلال قتلوا يعني تمردوا ربما على الأوامر اغتصبوا يعني استخدموا السلاح فيما لم يكونوا مأمورين به فهم سجناء لكن ليسوا على المستوى السياسي السجن بشكل عام نستطيع أن نقول أنه صورة مصغرة لنظام الدولة وكمان صورة مصغرة للنظام العالمي يعني السجن أصدق التشبيهات في هذا ولذلك كل حاكم يتمنى أن يسيطر على البلد كما يسيطر مدير السجن على السجن السجن مصور كل الناس في زنازين كل الزنازين محكمة الإغلاق ما فيش حركة بينها إلا بتصريحات وإذن ونفس الكلام يعني يتعلق بالنظام العالمي أيضاً وإذن نظام في السجن الذي يخالفه ينال عقابه أو ينال عقابه وبس على خلاف أنه لازم الناس اللي بر السجن نشعرهم من خلال التعليم والإعلام بأنه هذه هي الوطنية وهذا هو النظام يعني أنتم مش مساجين دنتوا أحرار وهذه ليست قواعد لسجنكم وإنما قواعد لتنظيم الحياة ولشان الحياة ما تبقاش فوضى نعم فنظام السجن طيب نظام السجن هذا هنا المساجين أو يعني أحد أهم أدوات النظام الحاكم أنه هو ما يسمى أحياناً عبيد المنزل وعبيد المزرعة يعني العبيد بينقسمه نوعين عبد بيخدم في المزرعة طبعاً هو التشبيه ده منتخذ من الأمريكان بعتبر الأمريكان كانوا بيقسموا العبيد الزنوج السود إلى قسمين قسم يشتغل في المزرعة يحرث ويقلع وقسم يخدم في البيت طبعاً قسم اللي بيخدم في البيت ده بيلاقي مكان ينام فيه بيلاقي يعني بيبقى بيخدم مثلاً بينظف بيقدم الطعام على المائدة ماذا الأرقى من من الظواهر التي نشأت أن عبيد المنزل بيبقوا شايفين نفسهم أرفع درجة من عبيد المزرعة وبالتالي يكثر التصاقهم وولاؤهم وإخلاصهم للسيد ويترجم هذا في ظهور شراستهم وتوحشهم على إخوانهم عبيد المزرعة إيه اللي بيعملوا أي نظام حاكم أي نظام حاكم في حقيقة الأمر بيصطفي وبيختار مجموعة من الناس يعطيهم بعض المصالح والمزايا علشان يبقوا هم بنفسهم ضد بقية الناس ولذلك مثلا طبقة الموظفين طبقة الموظفين عادة هذه طبقة ملتصقة بالنظام غالبا ما لا تكون حريصة على مصلحة الناس تكون حريصة على مصلحة النظام وكلما كان النظام أكثر فسادا وأكثر ظلما كلما التصقت هذه الطبقة بالنظام أكثر من الناس وانفصلت عن الناس بل وظهر منها تفننها في إتعاب الناس وإرهاقهم فيما يعرف بالبيروقراطية والفساد وعلى الشريحة العليا من طبقة الموظفين هي طبقة العسكريين وأجهزة الأمن والمخابرات والقضاء يعني الناس الذين يتمتعون بمزايا أكبر هؤلاء أيضا ينفصلون أكثر عن عموم الناس ويكونون أكثر التصاقا فهنا البلديات هؤلاء كانوا هم المكلفين بمساعدة ضباط السجن في تعذيب المعتقلين فأحد الأشياء التي كانوا يقومون بها هي التعذيب يؤمروا بالتعذيب فيعذبوا ضرب صفعة قتل يجوز يعني يحدث أحيانا وهو طبعا هنا يروي عن مشهد هو مشهد الحلاقة هم طبعا بعد فترة في بعض الروايات بدأت الحلاقة تبقى الخطوة الأولى أول ما يدخلوا لكن في روايات أخرى فكروا في موضوع الحلاقة بعدما كثرت طالت شعورهم حتى تكثر الأوبئة والقمال وغير ذلك هو بيقول أن البلديات دي مسألة الحلاقة كانت بتبقى كأنها عملية جراحية أنت بتروح يمسكك المسؤول عن البلديات فهو يحرث رأسك حراثة يعني هو طبعا لا يبالي يقطع في الأذن يمر على الأنف وهو مع كل هذا يضرب سواء يضرب بقبضته يصفع يضرب بمكانة الحديد فإنت لا تخرج من عنده إلا وقد امتلأ الرأس والوجه فضلا عما في يوقع ذلك من السباب والشتائم والبسق وربما تلذذ فإنه يبسق ويمنعك من أنت حتى تمسح هذه البسق فهو بيقول هؤلاء البلديات من أين أتوا بهذا التوحش يعني هل هذا جزء طبيعي جزء في تقوينها طبعا هم نفسهم سجناء ومقهورين صحيح أن هم صحيح مجرمين والوصوص وقتل لكن هم في نفس هذا الوقت هم أحد السجناء الذين يجري عليهم كل ما في السجن ويتطوعون بمثل أحيانا زيادة على ما يطلب منهم وأحيانا بعضهم حتى ربما يؤدي جيرانه أو أصدقاءه ولكن سيد أستاذ محمد الهامي دعنا نكمل بعد فاصل قصير بسفر الحياة درس عظم تفيد الذي بتزكي العمر لنا عبرة في تجارب من سعوا للنجاح ونالوا وضع بسفر الحياة درس عظم تفيد الذي بتزكي العمر لنا عبرة في تجارب من سعوا للنجاح ونالوا وضع بعض من ذكرهم ونسمعهم هنا البلديات في هذا المقطع هنا قضية أننا يتسلون بالتعذيب يعني مجرد فقط تمضية الوقت يعذب جيرانه أصدقاءه من يرضي به هذا السجال هو الإنسان إذا يعني ترك بلا حسيب ولا رقيب فإنه تندفع فيه هذه الغرائز الوحشية هذا يعني مما صار معلوما ومشهورا في مسألة علم النفس الإنسان إذا أعطيه سلطة ولا رقيب ولا حسيب عليه فإنه يتفنن ويظهر من وحشيته ما كان مطمورا ومدفونا وما حتى ما لم يكن متوقعا هذا كلام كتبوه يعني جماعة علماء النفس الاجتماعي وجرت عليه تجارب كثيرة منها تجربة اسمها تجربة السجن اللي كانت في جامعة هارفورد أو ستانفورد وهناك كتبها تأثير الشيطان في لبزن بردو في كتابه واستنلي ميليجرام قبل ذلك في تجاربه هنا بس أنا أريد أن أتوقف يا مولانا عند مسألة من عظمة الإسلام أنه منع وحذر الناس من أن يكونوا أدوات للطغيان يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين عليكم زمان يعني يكون فيه أمراء من شرار الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها فذكر النبي أوصفهم ثم قال فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلَا يَكُونَنَّ لَهُمْ عَرِيفًا وَلَا جَابِيًا وَلَا خَازِنًا وهنا تجد أن الإنسان كلما اقترب من أجهزة الأمن والشرطة أو من أجهزة المال كلما صار أكثر التصاقا بكثير بالسلطة يعني من المشاهد الموجودة في القرآن الكريم جنود فرعون جنود فرعون هؤلاء رأوا كل المعجزات ومع ذلك ذهبوا وغرقوا مع فرعون يعني لم يذكر أن أحد جنود فرعون تاب كأن مسألة العمل في الأجهزة الأمنية هذه مسألة تغلق باب التوبة على كثير من الناس وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما وذكر منهم رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس فالحقيقة من أهم ما في نظام الإسلام أو ما في تعاليم الإسلام هو أنه منع الناس من أن يكونوا أدوات للطغيان طبعا وهذا كلام عن أمراء يؤخرون الصلاة عن وقته فلا يكون لنا لهم جابيا ولا عرفا ولا خازنا فما بالك بالذين لا يصلون أصلا أو بالذين يستعلنون بالكفر وهنا كلمة عبقرية لابن تيمية هذه الكلمة تعتبر سماء في مسألة القوانين ومسألة التشريع وهو يقول الإمام العدل يطاع إلا فيما عرف أنه معصية وغير العدل يعني الحاكم غير المشهور بالعدل غير العدل لا يطاع إلا فيما علم أنه طاعه الإسلام يعني أتاح للناس أن يقيموهم هل هذا الحاكم عدل أو غير عدل سبحان الله هذه الكلمة من ابن تيمية لخص قاعدة الشرعية في قضية التعامل مع الولاة والرؤسة وما الذي يخضع له من قانونهم وما الذي يعصى فشو هو بيقولك لما يبقى في حاكم عدل إلى أصل أنك تطيعه ده حاكم العدل يعني تخضع لقانونه والدستور إلا فيما علم أنه معصية يعني حتى العدل ده إذا أمر بمعصية لا يطاع طب غير العدل هذا لا يطاع إلا فيما علم أنه طاع وعلشان كده حتى حديث طاعة الأمراء الواردة في البخاري ومسلم هنا تنظر في شروح الحديث العلماء يتوقفوا يعني ما الذي ينبغي أن يطاع فيه أمران الجهاد إذا أمر بجهاد أو الزكاة إذا كان يجمع الزكاة يعني لا يمنعنك إن الأمر بظالم أو فاسد في أنه لو كان سيأخذ الزكاة وهي حق الله أن تعطيه الزكاة أو إذا كان سيجاهد في سبيل الله أن تخرج معه للجهاد في سبيل الله هذا أذيش روح العلماء في مسألة يعني في قوله صلى الله عليه وسلم أعطوهم حقهم وصلوا الله الذي لكم طيب ما هو حقهم تجد الجهاد والزكاة لا تجد أنك تطيعهم طاعة بس هنا كلمة ابن تيمية هذه متفوقة في أنها يعني تكشف أن الإسلام أعطى للناس حق تقييم الحاكم لكي يعرفوا ما الذي يطاع فيه وما الذي لا يطاع فيه فالحاكم غير العادل لا يطاع إلا في الطاعة فقط لأنه حتى غير مأمون في المسألة التي تحتمل أنها طاعة أو معصية هو غير مأمون أن يطاع فيها طيب لكن هنا اعتماد ربما يلفت النظر إلى قضية أن هذه الطاغية يعتمد دائما على شرار الناس ولا أسافلهم وهذا طبعا هذا مشاهد هذا مشاهد وهذا مشاهد مما تنطق به الكتب التي تبحث في الاستبداد أن حاشية الملك لابد أن يكون لها قدر من يعني لابد أن تكون فاسدة لأن العنصر الصالح هو عنصر مهدد للنظام الحاكم في الآخر لابد من قبول الفساد وإحنا ربما تكلمنا في كتاب ملكة أفقير عن أنه كان الملك طبعا هي تذكر الحسن الثاني كان يعطي رشاوة لعضاء الحاشية من لم يكن يقبل هذه الرشاوة يعزل يعني لابد من طبعا عبد الرحمن الكواكبي أفاض في هذا في كتابه طبائع الاستبداد لأن العنصر الصالح لا يمكن أن ينسجم مع منظومة فاسدة ويتخوف منه الحاكم الفاسد لأن هذا بينما إذا أفسده لم صار هو صاحب اليد عليه ولم يعد يمكن أن يزايد بالشرف أو بالطهارة أو بعدم الفساد فهنا حين كلما اختار الحاكم حاشية فاسدة وطبعا لو احنا صغرنا المشهد علشان نرجع للسجن فلابد أن تختار المجرمين القتل واللصوص والزناه لكي هم يقوموا بمسألة التعذيب لأنه لا بد أن يكون فاسدا وإلا لا يتم لك ما تريد وهكذا هم كأفراد فاسدين إلى مؤسسة فاسدة إلى دولة فاسدة إلى طبقة فاسدة إلى دولة فاسدة أيضا طيب الآن ربما في مقطع آخر يتحدث فيه أو يصف فيه حال ما سمهم بالفدائيين نعم فدائيين يقول يعني يصف حالهم وهم ذاهبون إلى الموت إلى الإعدام دعنا نستمع إليه شجاعتهم أسطورية في مواجهة التعذيب والموت وخاصة لدى فرق الفدائيين وقد رأيت أناسا منهم كانوا يفرحون فراحا حقيقيا وهم ذاهبون للإعدام لا أعتقد أن مثل هذه الشجاعة يمكن أن توجد في مكان آخر أو لدى مجموعة بشرية أخرى هناك الكثير من الجبن أيضا ولكن الجبن لا يلفت النظر بقدر الشجاعة ففي ظل هذا الوضع يبدو الجبن والخوف طبيعيين والشجاعة استثنائية ولكن هنا عندما يكون الجبن مبالغا فيه يعزى إلى قلة الإيمان بالله إذن من يقصد بالفدائيين؟ من الفدائيين؟ نحن زي ما ذكرنا البلديات باعتبرهم نموذج لأسوأ ما في البشر فكذلك هؤلاء الفدائيون يبرزون في السجون كنموذج لأفضل وأسمى وأرقى ما في البشر الفدائيون دول كالآتي طبعا سجن تدمر كان النظام فيه أنه 12 ساعة جلوس 12 ساعة نوم أي حركة أي همسة أي خطأ هناك مراقب عسكري يراقب المهجع من خلال فتحة في منتصفه في أعلاه في منتصفه فأول ما بيحس يقوله فلان أو أنت يا ولد علم حالك علم حالك يعني خلاص أنت كده متعلم عليك ويحسب كام واحد يتعلم عليهم يعني ارتكبوا مخالفة ويسلمها للعسكري التالي في النوبة التالية عنده مثلا خمسة متعلمين ستة متعلمين الصباح يبقى مثلا عندنا من الزنزانة التي فيها ستين سبعين مئة أكتر عندنا مثلا عشرين تلاتين واحد متعلمين هؤلاء يخرجون لكي يجلد الواحد منهم خمسمائة جلدة خمسمائة جلدة على المخالفة هي مخالفة هي مجرد حركة خلاص مستباح مجرد حركة نعم واحد مثلا رايح الحمام حتى مثلا في وقت النوم أو حتى هو ممكن يعلم حد بمجرد المزاج نعم طيب فهو هنا ظهر في داخل المهجع طبعا قد يكون هذا الذي تعلم عليه أو الذي تم توقيع المخالفة عليه قد يكون كبير في السن قد يكون مريض قد يكون مشلول نعم فظهر في السجن من يتطوع ويتبرع بأن يتلقى عنه هذا التعذيب فهؤلاء هم الفدائيون مجموعة من أصحاب البنية الجيدة ممن لا يعانون من الأمراض أو من الشيخوخة هؤلاء يخرجون كبديل عن الاشخاص المعاقبين نعم فيطلع ويتعرض للخمسمائة جلدة هو لا يذكر يقول أنه في بعض المواقف هو بيقول طبعا الفدائيين ده نظام عملوه الإسلاميين لكي يعني يتطوع بعضهم بإثار بعض الآخر بيقول عملوه الإسلاميين محدش عارف في أي مهجع بدأت الفكرة لكن الفكرة كانت منتشرة في المهاجع كلها اكتشفت إدارة السجن متى هذا الموضوع في بعض الأيام كان عدد الذين يعني اللي تعلم عليهم أو الذين وقعت عليهم مخالفة أكبر من عدد الفدائيين فبقى الواحد منهم ياخد الخمسمائة جلدة ويطلع ياخد تاني خمسمائة جلدة فيكتشف الذي يعني يضربه ويجلده بأنه لا هذه جروح حديثة يعني آثار السياط حديثة ضربوا الآن فبدأ من هنا يكتشف مسألة الفدائيين طبعا فأنا أقولك زي ما مسألة البلديات كانت من أسوأ ما يخرجه البشر فمسألة الفدائيين هذه كانت من أفضل ما يخرجه البشر هو طبعا يذكر تصرف نبيل تصرف نبيل للغاية وفيه إيثار بما لا يمكن وهو ذكر أنه حتى لما كانت شجاعتهم أسطورية وأنه بعض هؤلاء الناس حين يحكم عليهم بالإعدام كانوا يساقون إلى الموت بيقول يعني العدد الأكبر منهم كان يبدو مقبلا على الموت بابتسامة وبهدوء نفس بيقول أنا بحاول يعني أراقب حركات الأصابع أطراف الشفاه الشيء التي يبدو عليه الخوف يعني أسرع من غيرها يقول فلم أكن أجد من هذا شيئا لكن يرجع ويسجل أن بعض الناس كانت غريزة الحياة تتحرك فيهم أيضا ربما يداخلهم بعض الخوف وحاول حقيقة هنا أيضا في مسألة مهمة يا شيخ عبد الله هذه يعني مهمة بالنسبة لنا كإسلاميين والمفترض يعني نحن في ليلة رمضان يذكر أن هؤلاء الفدائيين مع كل هذه البطولة والبسالة التي أبدوها يذكر أن بعضهم كان يقوم بعمله في خشوع وتواضع وصمت ولكن كان يظهر على بعضهم نوع من الزهوي والفخر فشوف حتى هنا مسألة الإخلاص مسألة حاضرة يعني يظل الإنسان في محاولة لتربية نفسه وتجريدها من حظ نفسها يعني هذا رجل مسجون ومتطوع ويؤثر ولكن ربما غامره أن يرى مكانه غامره أو داخله بعض العجب وهذا مما قد يطيح بالأجر كما هو معروف فيعني نزغات النفس هذه أيضا الإخلاص كما يقولون أصعب الأمور قاطبة ومما يروع عن سيدنا ابن المسعود قال لو أعلموا أن سجدة واحدة خلصت لله يتمنوت الموت فهذه طبعا حساسية يعني كبيرة من سيدنا عبدالله بن سعود رضي الله عنه لكن يعني القصد هذه يعني هذا استطراد أنا أقول أنه حتى هؤلاء في سمو بسالتهم بعضهم كان يبدو عليه نوع من الزهو والفخر يذكر موقف في بداية دخولهم إلى السجن عندما كان هناك يعني أكثر من مئة عنص من عناصر الشرطة العسكرية يحهمون حول السجنة في هذا الموقف يعني يقول أنه يعني يتحاشون النظر مباشرة إلى أي عنصر يعني يقول أن الرأس منخفض والأكتاف متهدلة ووقفة فيها خشوع ووقف التصاغر وذل والله هذه أيضا يعني من المواقف المؤثرة هو بيقول أن احنا بمجرد ما دخلنا إلى سجن تدمر فطبعا بيدخل بيتعرض في حالة هذا الوقوف هذه الطريقة بدون اتفاق الكل فعل هذا بالضبط بيقول من كثرة الخوف الناس بقيت لا تجرؤ على النظر في وجوه العناصر بيقول وكأن الكل بدون اتفاق مسبق أخذ هذه الوضعية الذليلة العين منكسرة والأكتاف متهدلة والجسد متكور حول نفسه وكأننا نلجأ إلى بعضنا البعض ونحتمي ببعضنا البعض فهو بيقول هل يعني ما أسرع يعني كيف صبغ الزل وفي لحظات قليلة الناس بهذا المشهد غير المتفق عليه في رواية حسيسها في سجن تدمر أيضا ذكر أنه أول يعني في لحظة من اللحظات قال له ولا ارفع عينك وبص علي قال معرفش يرفع عين وهو خلاص هم قاعدوا سنين لا يجرؤون على النظر في وجوه العناصر ولذلك سنين ما يعرفوش اللي بيعذبهم شكله ايه لأنه غير مسموح له بالنظر الطبيعي فبقول له ورا ارفع راسك بص علي يقول ما مقدرش مرة ثاني مقدرش المرة الثالثة ضربوا صفعة لكي ينظر في وجهه نعم فحتى من العورة بقول هل يحتاج هل يحتاج الإنسان إلى تعلم الكرامة بعدما انطبع بالذل وهنا كلمة للشيخ البشر الإبراهيمي بيقول يعني ان كل الناس ينفع علاجها إلا الذي تعود على الذل هذا يصعب جدا علاجه الانطبع على الذل هذا يصعب علاجه للغاية طبعا نحن لدينا مثل مثل البني إسرائيل في القرآن الكريم مثل واضح جدا بس الخلاصة يعني هنا يعني يجب أن تعرف أنه حالة يعني هذا يفيدنا في تصور الروح العامة التي تصيدر على المجتمع كيف يمكن للمجتمع أن ينحدر وبدون اتفاق وبشكل تلقائي إلى انطبع عام من الذل والخضوع والخشية فهذا حصل في اللحظات الأولى ومن يعني يحب أن يطلع على تجربة السجن التي اختير لها بعض من أفراد الجامعة كيف أنه بعد ساعات وطبعا خدوا مجموعة من الجامعة شباب أسوياء وعرضوهم لاختبارات علشان يتأكدوا من سوائه من نفسه لكن قسموا بعضهم إلى مساجين وبعضهم إلى سجانين وألبسوا هؤلاء ثياب المساجين وهؤلاء ثياب السجانين يقول أنه مباشرة بدأت تنسج علاقات بين يعني اختفت التواريخ السابقة والعلاقات السابقة وبدأت تنسج علاقات بين المساجين وتنسج علاقات بين السجانين وبدأ يظهر في هؤلاء طباع الخضوع والذل وبدأ يظهر في هؤلاء طباع التفوق والسادية والتعذيب وبعدما التجربة كان متاحة لها أن تكون أسبوعين اضطروا لنهائها بعد الأسبوع لأنه ظهرت حالات من السادية والتوحش والفجور في التعليب والمسجد لأن طبيعة البشر أنهم قابلين لهذا التنمر وهذا الاستبداد لكن يبقى أن المقياس والعلاج لمثل هذه الحالات هو القرب من الله سبحانه وتعالى وكثرة العبادة فهذه هي وسائل التبات صحيح تلاوة القرآن بشكل دائم الصلوات الخمس بشكل دائم تحفظ على الإنسان القيم الكبرى والمعاني الأساسية التي يجب أن لا ينساها وتذكره دائما بأنه إنسان مكرم وأنه عبد لله وحده وأنه يعني من طبيعته أن لا يخضع ولا يستذل ولا يستسلم لهذه الأوضاع وحتى يذكر في فقرته هنا أن الجبن ليس هو الشيء الذي يلفت النظر في هذه الأحوال بل الذي يلفت النظر هو الشجاعة وبيقول لك كانوا يرون أن الجبن هذا هو من علامات نقص الإيمان بالله وضعف الإيمان بالله فنعم الإيمان يحفظ على الإيمان في هذه الحالة هم في هذا المعتقل وهذا السجن والصلاة كانت ممنوعة أصلا من عمبادتا ولكنهم كانوا يصلون الصلوات الخمس ويحرصون على النظافة وعلى التطهر يعني حتى الصلاة بالإيماءات والإشارات كانت ممنوعة وإذا المرة الوحيدة التي يصلي فيها السجين بدون خوف هي المرة التي يسق فيها إلى الإعدام حين ينادى عليه للإعدام خلاص ما فيش بعد الموت عقوبة فيصلي ركعتين لله أمام الجميع لأنه خلاص مش إيه منه أما ما قبل ذلك فحتى الصلاة بالإيماءات والإشارات إذا رأى الحارس أحدهم يوقع عليه المخلافة التي تساوي خمسمائة جلد ومع ذلك كان يقول أن كل الصلاوات كانت تقام لأنه هذا أمر يعني حتى نزعج منه مدير السجن وأن هؤلاء لا ينفع معهم يخطب له أمامهم ساعة ويحذرهم من هذه الصلاة هو بيقول مدير السجن جاء خطب فيهم عن أنه يعني الدين ده مش مهم أهم حاجة القومية والعروبة وبعد كده راح للشيوعيين بيقول أنا يعني بعد ما أعدت ساعة أخطب فيهم وأفهمهم ألاقيهم برضو تاني يوم بيصلوا عادي فالناس دي دمغناش فهل مستغرب يعني نعم يذكر طريقة أسلوبهم في نقل أخبار السجناء دعنا نستبعي لهم الاتصال بين السجناء يكون بالدق على الحائط دقتان دقة قوية ودقة ضعفة نفس رموز البرقيات التي ترسل وفق طريقة موريس كل ما يجري داخل السجن الدفعات الجديدة من مات عدد الذين أعدموا أسماؤهم الأخبار خارج السجن والتي ينقلها السجناء الذين جاءوا حديثا كل هذه الأشياء كانت تنتقل عبر المهاجع وفق رموز الموريس وفي كل مهجع مجموعة مخصصة لتلقي وإرسال تلك الرموز تقف خلفهم مجموعة الحفظة إذن هي معاناة حتى في نقل أخبار أحيانا بسيطة أخبار لكن بسرية تام عبر رموز موريس كأنهم في حالة حرب عبر الدق على الزنازين هو طبعا هذه أيضا من الأمور المتكررة في أدب السجون والتي ظهرت هنا معنا هي فكرة أن الحاجة أم الاختراع وأن الإنسان أيضا يحتوي على طاقات مكنوزة يستطيع إذا استثمرها أن يحسن من أوضاعه هو يذكر هنا كيف كان هذا طبعا يقول أن الأخبار كلها منقطعة وحيث أن الأخبار كلها منقطعة ولا يأتيهم خبر من الخارج ولا هم يستطيعوا أن ينقلوا أخبارهم إلى الخارج فبدأ الإسلاميون يذكر أنهم يطورون ما سماه الكتابة الذهنية الكتابة الذهنية يعني يذكر أنه في مجموعات تحفظ القرآن طبعا ما فيش لمصاحف والأوراق والأقلام فيتولى الحفظة تحفيظ آخرين يظهر من بين هؤلاء الحفظة أناس موهوبين في الحفظ الموهوبين في الحفظ هؤلاء يسند إليهم مهمة أن يحفظوا أسماء الذين اعتقلوا وبلادهم وقريتهم ومتى اعتقلوا تاريخ الاعتقال وماذا كان مصيرهم أعدموا ومتى كان تاريخ إعدامهم فبالتالي كان لدينا حفظة عندهم سجل الشهداء يعرفون كل من مات بهذا الشكل ويتناقلون هذه الأخبار هو نفسه بيقول أن هذه اليوميات هو أصد مصطفى خليفة يقول أن هذه اليوميات إنما كتبها بالاستفادة بهذه الفكرة يحفظ الجملة زهنيا ويكررها حتى يحفظها ويأتي بالجملة التي تليها ويكررها حتى يحفظها وبعدين يسمى على نفسه الجملتين فبيقول آخر اليوم يظل يستعرض ما حفظه طوال اليوم وبعدين يسمى على نفسه ثاني يوم الجمل التي حفظها بالأمس بهذا الشكل تم حفظ التاريخ الذي كانت هذه الرواية هي بعض نتاجه وثماره وفي الحقيقة هذا فكرة أن الحاجة أم الاختراع هذه قاعدة عامة تعرف يا مولانا التطور العلمي بشكل عام إنما حصل في أيام الحروب التطور العلمي حصل في أيام الحروب يعني الإنترنت الذي نتمتع به الإنترنت هذا هو مجرد فكرة بزغت في السبعينات وثمانينات كيف يمكن إنشاء شبكة لا مركز لها بحيث لا يستطيع العدو أن يضرب المركز فتنهار الشبكة فمنها نشأت فكرة الإنترنت البرق ورموز موريس والهاتف وكل هذه الأشياء إنما نشأت لمحاولة التواصل بين الجيوش ونقل المعلومة بشكل أسرع وبالتالي صارت لها تطبيقات مدنية متعددة هي التي نفعلها الآن حتى على المستوى الشخصي على المستوى الشخصي هو يذكر هنا إنه أحد وسائل الهروب النفسي نعم هو إنك لا تعد الضربات التي تجلدها بداية ما تهتم بعد الضربات التي تضربها هذا يعني انهيار المناضل فالأفضل إن أنت تسيب خالص وتنسى خالص مسألة الضرب دي وتسرح بخيالك في الموضوع الثاني تسيب الموضوع ده خالص وطبعا هذا يذكرك أنت تدري مثلا الإمام العز بن عبد السلام حين دخل على سلطان مصر ويعني يقولون له كيف فعلتها فصار يأمره أنا قال استحضرت مهابة الله في قلبي فلم أعد أره إلا كما أرى الفأر أمامي يعني حقيقة الإنسان بقدر ما استطاع ترويض نفسه والتحكم في حالته النفسية بقدر ما استطاع أن يتخلص من يعني ثقل الجسد أو ما يسميه سيد قطب ثقل الدم واللحم الغريزة كل هذا طيب متى أظهر هؤلاء هذه القدرة حينما احتاجوها يعني لم يظهروها في أوقات السلم هو يستنفد جميع الوسائل الممكنة في ذلك الوضع الصعب لتخلص من هذا الألم والهروب منه لكن عنده أيضا تأملات حتى أنه ينظر ويقارن في قضية الحضارة الغربية بأنها ليست فقط مقصورة على هذا التطور وهذه الرفاهية بل حتى في السجن توجد أيضا إشارات لهذه الحضارة الغربية لا أدى أن نستمع إليه في هذا الوقت أقول الحضارة الغربية انظر يا أخي حولك أنا مشلول بالكرسي الألماني وهذا محمد علي مشلول أيضا برصاصة استقرت بعموره الفقري مصنوعة في الروسيا هذا السجن بنت فرنسا القيود التي كبلوا بها يدي مكتوب عليها صنع في إسبانيا الضابط الذي اعتقلني يحمل مسدسا بلجيكية الضباط الذين يشرفون على التحقيق والتعذيب تدرب في أمريكا وبريطانيا وروسيا هذه منتجات الحضارة الغربية وإذا أضفت إلى كل هذا الكثير من الفسق والفجور وللحلال الأخلاقي تكون الحضارة الغربية مجسدة أمامك يعني هذه مقارنة من داخل السجن ربما دعته له أيضا هذه مناظرة هو بيقول أنه في هو بيقول أن الأصل في السجن حديثهم يكون عن القرآن والسنة والسيرة في بعض الأحيان وهو سمع مناظرة مناظرة بين المساجين عن الحضارة الغربية فطبعا هنا تجد صورتين متعاكستين الحضارة الغربية الصورة الأولى هي هذه الصورة المذكورة في الفقرة أنه يعني واحد بيقوله أنت بتقول الحضارة الغربية الحضارة الغربية دي تعالى أتأمله أنا السجن بنات في فرنسا فلان اتعذب بالآلة التي صنعتها بلجيكا وهكذا وحط على دول يعني حط على هذه الوسائل من التعذيب والترويع والإذلال بعض الفجور والانحلال وتكون أمامك الحضارة الغربية لكن كان هناك طرف آخر يقول هو كلامكم صح ولكن ليس هذا هو كل المشهد أفضل ما في الحضارة الغربية هو وجود الإنسان المحترم الإنسان الحر الإنسان اللي محدش يقدر يستبيحه وبالتالي فأنت هنا ترى صورتان متعاكستان في لحظة واحدة صورة الضامئ إلى الحرية اللي هو يعني ينظر إلى الغرب إلى الجانب البراق منه وجانب الإنسان الذي لا يستطيع أحد أن يسجنه ويعذبه ويضطهده هذا الاضطهاد والآخر ينظر إلى حقيقة هذه الحضارة الغربية في وجهها المخفي وكيف أنها هي أصلا سبب ما نحن فيه من المآسي ومن الإذلال ومن التنكيل فهنا يعني حصلت الصورتان وكلهما حق أنت في الآخر يعني الغربيين كل أمة فيها متطرفين كل أمة فيها أصحاب شذوذ نفسي طيب أين أين يذهب هؤلاء في الغربيين يعني يأتون هنا للبلاد الإسلامية للقتل والتعديل إذا لم يأتوا كجيوش تنشئ عندنا مثل سجن أبو غريب سجن بقرام فيأتوا عندنا كخبراء أمنيين يعلمون الضباط العالم العربي والإسلامي كيف يعذبوا وكيف يقتلوا وكيف يتفننوا في استخراج المعلومات فيعني حتى هذا التوحش وهذا الشذوذ النفسي طورته وطوعته الحضارة الغربية فيما يخص مصالحها إذن صبروا لنا كل ما لديهم سواء من خير أم شر وأيضا له تأملات حقيقة كثيرة في هذه الرواية وما تعرض له سواء في حالة الحر وكذلك في تأثر مفتاح الحديد والقفل الحديدي طيلة 13 عام قضاها في هذا السجن الحقيقة بالفعل أنها هي رواية مؤثرة جدا وربما فتحنا باب لهذه الرواية كدت تقرأ أو يستفاد منها نشكرك أستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية كما نشكركم أيضا المشاهدون على طيب متابعتكم وإلى نقاء آخر استوديعكم الله الذي لا تضيع وداء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة